معنا في الستوديو رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية الأستاذ محمد الحمادي أنا بك أستاذ محمد معنا في سكاينيوز عربية أستاذ محمد اليوم تكشف فصل من فصول دعم قطر لتنظيم الأخوان المسلمين في الإمارات تنظيم السري طبعا اعترافات عبد الرحمن السويدي وهو أحد عضاء هذا التنظيم الأوساط الخليجية المواطن الخليجي اليوم مع هذه الاعترافات المباشرة أن قطر ليست فقط هي تزرع الفتن وتدعم الارهاب في الدول العربية المحيطة ولكن في عمق الخليج العربي وفي عمق مجلس تعاون المواطن اليوم كيف يستقبل مثل هذه الأمور اليوم حقيقة أنا أعتقد هذه واحدة من أهم المقابلات التي تمت مع عضو سابق في تنظيم الخوان المسلمين في دولة الإمارات المعلومات التي ذكرها الأسماء التي ذكرها يعني دقة التفاصيل التي تكلم عنها يدل على أن هناك خطر حقيقي من هذا التنظيم حقيقي في الدولة وبالتالي مثل ما تفضلت ليس في دولة الإمارات اليوم فقط ولا الخطر كذلك كان على المصر وليبيا وتونس لا اليوم قطر لم تترك مكان لم تترك صديق لم تترك شقيق إلا وعبثت معه من خلال تنظيم الخوان المسلمين ودعمه النقطة المهمة حقيقة في هذه المقابلة اليوم هي رد مباشر وصادق على الإدعاة القطرية التي تقول بأنها لا تتدخل في شؤون الدول اليوم بالأدلة وبالأمثلة يعني حتى الأسماء ذكر عبد الرحمن بن أصبيح كيف أن قطر تتدخل وتؤثر وتمول وتدعم لوجستيا جماعة الأخمار المسلمين الموجودين في دولة الإمارات وقطر تعلم تماما أن هذه الجماعة وهذه المجموعة متهمة بالإرهاب في دولة الإمارات وهي جماعة محظورة فلماذا تدعم مثل هذه التنظيمات وهذه الجماعات قطر ضد شقيقتها؟ طيب هذا يجعل ما فعلته الدول الخليجية والعربية في قطع العلاقات مع قطر مبررا لأن سيادتها شعبها وأيضا أمنها وسلامتها مس يعني أليس كذلك؟ بلا شك اليوم قطر عندما تتكلم عن سبب المقاطعة ولماذا هي مقاطعة السبب واضح اليوم في هذا المثال الأخير قطر تبعث رجالها ومواطنيها إلى دولة الإمارات ليدعموا مجموعات ليقوموا بتدريب مجموعات على سواء التواصل الاجتماعي لإعلام على غيرها في نهاية الأمر أن الهدف هو تخريب هو تأثير فبالتالي كدولة أي دولة في العالم عندما تجد من دولة أخرى ضرر منها طبيعي أن تغلق حدودها مع هذه الدولة طبيعي أن تمنع مواطني هذه الدولة أن يزوروها لأن هؤلاء المواطنين يأتون بضم في مهمات رسمية ومهمات محددة لتنفيذ أهداف معينة تضر بهذه الدولة وتسيلها وبالتالي أنا أعتقد ضمن القوانين الدولي الدول المقاطعة لم ترتكب أي شيء خطأ وإنما قطر التي ارتكبت الأخطاء المتكررة والمتتالية وعليها اليوم أن تصحح من أخطاها استهداف هذه الدول مجلس تعاون وهي عنصر فيها تعتقد ما هو هدف قطر؟ ماذا تريد قطر من هذا الفعل؟ هذا حقيقة خلال كبير في العقلية السياسية في قطر قطر تأتي ضمن مجموعة إقليمية وهي مجلس تعاون الخليجي وكذلك مجموعة إقليمية وأخرى هي جامعة الدول العربية عندما تقوم قطر بمثل هذه السيروكيات وهي تقر نظام الأساسي لمجلس تعاون الخليجي والذي يؤكد على حفاظ أمن وسلامة هذه الدول التعاون معها عدم الإضرار والإخلال بأمنها وفي نفس الوقت تقوم بعكس ذلك أنا أعتقد هناك مشكلة في القيادة القطرية يجب أن تقوم بحلها لا يجوز أبدا بأن تكون دولة موجودة ضمن مجموعة إقليمية معينة وتعمل ضد دول هذه المجموعة تتآمر على ملك المملكة العربية السعودية السابق تؤيد المعارضة وتدعمها بكل الأشكال في البحرين وتدعم لوجستية وماليا الأشخاص المخربين في دولة الإمارات وفي ألا ماكن الأخرى لذلك على قطر أن تعيد نظرها وفهمها لعملها ضمن المنظمات الإقليمية حتى تستطيع أن تكون جزء فاعل وليس جزء مخرب في هذه المجموعة أستاذ محمد وزير الدولة الشؤون الخارجية الإماراتي دكتور أنور قرقاش تحدث أن هذه الأزمة ستطول وتحدث أن سياسة القطرية لا يوجد هناك نية لتغييرها للتوقف عن دعم المنظمات وهذا جلي في الإعلام القطري وعلى لسان الإعلام القطري هو واضح ما مآلات الأزمة مع قطر يوجد هناك الكثير عن الحديث الدولي والغربي والتدخلات ماذا تعتقد أبرز السيناريوهات المطروحة هنا؟ هو حقيقة أبرز شيء نقدر نستشعر اليوم هو أن هذه المقاطعة ستستمر وأن هذا الوضع باقي لن يتغير والسبب هي طبعا قطر التي لم تغير سلوكها قيد أنملة حقيقة منذ أول يوم في المقاطعة إلى اليوم وهي في موقف واحد تكابر وتعاند بل وتختلق المشكلات حتى لا تجلس وتحل مشكلتها لذلك أنا أعتقد أن الحل في هذه الأزمة حل بعيد جدا الوضع القائم أو السيناريوهات المتوقع أن يبقى الوضع على ما هو عليه وتبقى كل دولة في حالها قطر اليوم إذا أرادت أن تزيل هذه المقاطعة يجب أن تتجاوب مع مطالب الدول المقاطعة هذه الدول اتخذت قرار على قطر إذا أرادت تغيير القرار أن تقوم بغير ذلك بعكس ذلك ربما قراءة الدكتور أنوال قراش يعني مهمة جدا هنا استباقية وأنا أعتقد هذه القراءة الموضوعية والمنطقية خصوصا بعد فشل تيلرسون في جولته وبعد عدم نجاح الوساطة الكويتية كل هذه الأمور تدل أن الحل في المنطقة هنا وليس هناك مجال لتدويل المشكلة والخروج إلى واشنطن أو باريس أو لندن لا المشكلة هنا في مجلس التعاون الخليجي الحل هنا في الرياض هذا الذي يجب أن تفهمه الدوحة منذ اليوم الأول وحتى اليوم بالنسبة للدول الغربية أستاذ محمد وجهة النظر الأمريكية متذبذبة رغم إعلانها مكافحة الإرهاب اليوم مقوف الدول المقاطعة في وجه قطر وهي أحد داعمي الإرهاب الكبار في المنطقة متى ستقف واشنطن والدول الغربية حتى لندن في موقف حاسم تجاه قطر هل تعتقد هذا سيصدر أم سيكملون على هذا النهج من الواضح حقيقة الغرب لا يريدون حل الأزمة وإنما يريدون فقط إدارة الأزمة على أساس أن الأزمة باقية وهذه هيئة الإشكالية نحن هنا في دول مستعاون الخليجي نريد حل الأزمة والوصول إلى نهاية الدول الغربية تريد إدارتها الدول الغربية بلا شك أنها مستفيدة بشكل أو بآخر لديها مصالح في هذه المنطقة ولكن الخطاب الأمريكي حتى هو خطاب حقيقة غير فاعل وغير مؤثر وغير حقيقة مؤيد لأي شيء نحن نعرف تماما أن أمريكا ضد الإرهاب تحارب الإرهاب لكن من غير المنطقة أن تحارب الإرهاب مع العالم كله وعندما تأتي إلى قطر شركتها وحليفتها وتقف وتنظر وتحاول أن تتوسط وأن تخفف الضغط على قطر هذا ما نلحظه اليوم ربما قبل قليل اليوم كان الرئيس ترامب عند حوار مع إحدى التلفزيونات الأمريكية وصرح أنه ليس لديهم مشكلة حتى أن يزيلوا القاعدة الأمريكية من العديد وينتقله فقال أن هناك عشرات الدول تتمنى أن تستقبل هذه القاعدة وأن الولايات المتحدة تريد محاربة الإرهاب نريد ترجمة هذا الكلام وهذه التصريحات إلى أفعال هذا المطلوب اليوم من الولايات المتحدة تعتقد سيكون هناك تواصل مع الدول المقاطعة لإدارة واشنطن خصوصا أن قرار المقاطعة وجميع القرارات الكبرى التي تخذت كانت بعد قمم الرياض فهل سيكون هناك تواصل مع إدارة دونالد ترامب والحديث عن موضوع دعم قطر للإرهاب وضرورة الموقف الحاسم أم سيكمل هذه الدول على مسار المقاطعة إلى أن تدعي قطر لترك دعم الأرهاب قرار دول المقاطعة واضح جدا وهو الاستمرار في هذه المقاطعة أي جهد دبلوماسي من الولايات المتحدة الأمريكية أو من غيرها من الدول الغربية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي في 2014 أعلان الرياض في 2017 من القمم الثلاث وكذلك المبادئ الست التي تم الإعلان عنها في القاهرة مؤخرا بدون الاعتماد على هذه الأمور أنا أعتقد أي وساطة أو أي محاولة هي يعني مآلها الفشل قبل أن تبدأ هذه الأمور يجب أن يتم الاعتماد عليها والتحرك على أساسها وبعد ذلك تم الجلوس مع الدول المقاطعة الدول المقاطعة موجودة اتخذت قرارها بالمقاطعة وعلى الدوحة أن تتحرك إذا أرادت أن تزيل هذه المقاطعة أشكرك كان معي في الاستوديو رئيس تحيير صحيفة الاتحاد الإماراتية الأستاذ محمد الحمادي شكرا جزيلا شكرا جزيلا